بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلب الطالبات الصف الثالث سنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل الحق لجميع التخصصات في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا عن موضوع التقاوي وعرفنا التقاوي بأنها هي عبارة عن أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في دعاقصوره سواء كان هذا الجزء كان خضريا أو بزريا أو سمريا أو جزريا وتكلمنا عن صفات التقاوي الجيدة وعرفنا ايه هي صفات التقاوي الجيدة وزي المناطق اللي احنا بنحصل عليها منها على التقاوي الجيدة والمضمونة وعرفنا كمان مراحل نمو التقاوي وتكلمنا عن الأربع مراحل اللي هي مرحلة المربي وسمناها مرحلة النواة وثم مرحلة التقاوي الأساس وبعد كده مرحلة التقاوي المسجلة وبعد كده مرحلة التقاوي المعتمدة النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا من ناحية التقاوي من ناحية حساب كمية التقاوي للفدان ازاي انا احسب كمية التقاوي للفدان وبعدها هنتكلم عن موضوع التجارب الزراعية في حساب كمية التقاوي للفدان انا دلوقتي هزرع فدان زرع شامية ايه المطلوب انا هزرع من كم شكرة هياخد مني كم شكرة عدد النباتات هيكون كام في الفدان هقدر احسبو ايوه هقدر احسبو من ايه لما نشوف الإرشادات الأول اللي احنا هنحل بها المسائل اللي هي بتيجي كمان في الامتحان بتكون ضيفة في الامتحان سنويا سواء كانت مسائل تصميم وتحليل التجارب أو مسائل التقاوي تعالوا نشوف مع بعض الإرشادات في حساب كمية التقاوي عدد النباتات في الفدان بنتابع الإرشادات الأتية إرشادات حل مسائل التقاوي أول حاجة معنا حساب نسبة النقاوة إيه هي نسبة النقاوة اللي احنا بنقول عليها نسبة النظافة يعني أنا دلوقتي عندي عينة تقاوي إزاي أحسبها أحسب نسبة النقاوة بتاعتها أعرفها نقية أو غير نقية أو نسبة الشوائب فيها تصل دي من خلال المعادلة الآتية بيكون وزن البطر المحصول نقية على الوزن الكل للعينة في 100 يعني أنا هاخد عينة وليكن 100 جرام تمام هبدأ أفصلها للمكونات الأساسية بتاعتها لتقاوي نظيفة لشوائب لمكسورة وابدأ أوزن التقاوي النظيفة الوحدية ونحط الوزن فوق في البصر وفي المقام الوزن كل العينة اللي هو الميت جرام اللي احنا أخدناه وهنضربه في 100 أو ممكن نحسبها إزاي ممكن يجيني في المسألة جايب لي نسبة الشوائب يقول لي عينة تقاوي نسبة الشوائب بها 3% يبقى أنا نسبة النقاوة عندي هناك هتكون 97% هحسبها إزاي هتكون 100 ناقص النسبة المقاوية لجملة الشوائب أو النسبة المقاوية للنقاوة بتتحسب من المعادلة التانية قفحة في 100 على النسبة المقاوية للإنبات حيث أنها قفحة القيمة الحقيقية للتقاوي يعني هي القيمة الحقيقية للتقاوي؟ يعني أنا ممكن أشتر الشيكار التقاوي أمح أو درة وأمسك البطاقة بتاعتها المعتمدة ألاقي مكتوب عليها نسبة الإنبات 98% ونسبة النقاوة 97% فأنا أقدر أجيب القيمة الحقيقية؟ آه قيمة الحقيقية بتساوي نسبة النقاوة في نسبة الإنبات على 100 يعني هاضرة بالنقاوة في الإنبات وأقسمهم على 100 هتطلع للقيمة إيه؟ الحقيقية وهنعرفها مع بعض فين في الإرشادات زي ما احنا هنشوف النقطة اللي بعد كده النسبة المقاوية للإنبات إزاي نحسب النسبة المقاوية للإنبات؟ يعني أنا هاخد عدد معين من البذور ولا أكون 100 بذرة وعمل له عملية إنبات البذرة لما تنبت عندي والحبوب هبدأ أعد البديرات الطبيعية عندي وأبدأ إيه؟ أطلع لها نسبة الإنبات بتاعتها فبيكون عدد البديرات الطبيعية اللي هي نمي طبيعي ولكن البذرة التي ينمو منها جنيل مشوه لا تحسب من ضمن إيه؟ الإنبات عدد البديرات الطبيعية على عدد كل البذور المستخدمة في 100 أو النسبة المقاوية للإنبات بتساوي قفحة اللي هي القيمة الحقيقية في 100 على النسبة المقاوية للنقاوة ليه؟ لأن احنا قلنا قيمة الحقيقية للتقاوي بتساوي النسبة المقاوية للإنبات في النسبة المقاوية للنقاوة على 100 بعد كده القيمة الحقيقية زي احنا ما قلنا القيمة الحقيقية للتقاوي بتساوي النسبة المقاوية للنظافة في النسبة المقاوية للإنبات على 100 زي ما ذكرناها قبل كده الخطوة الرابعة طول 2 كاف يعني ايه طول 2 كاف ممكن يجي يقولك محصول قطن الزراع على مسافة 12 12 شرطة خ أو كاف يعني ايه 2 كاف يعني طول الأصبطين طول الأصبطين بيساوي 710 سنطي ليه لأن الأصبع عندي بتساوي 355 سنطي 3 متر 55 الأصبع عندي بتساوي 3 متر 55 فأنا لما أقول معدل التغطية عندي 12 خط في 2 كاف يعني 12 خط في الأصبطين أو أقول 10 خطوط في 2 كاف يعني 10 خطوط فيين في الأصبطين يعني كل 710 سنطي فيهم ايه 10 خطوط أو 12 خط طيب أنا عندي مساحة الفدان ليه مساحات بالأصبع الفدان بيساوي 333 أصبع القرات فيه 14 أصبع نيجي الخطوة اللي بعد كده عرض الخط يعني ايه عرض الخط يعني أنا باخد المسافة بين الخطوط لإما من ضهر الخط الأول لضهر الخط التاني أو من بطن الخط الأول لبطن الخط التاني ده بيسمى عرض الخط عرض الخط بجيبه ازاي في المسألة عندي عرض الخط بيجي من طول 2 كاف يعني طول الأصبطين على معدل التغطيط بمعنى السبعمية وعشرة سنتي بقسمها على معدل التغطيط عندي اللي هو 12 خط أو 10 خطوط في الأصبطين يعني أنا دلوقت الأصبع عندي كام قلنا 355 سنتي فالأصبطين 2 كاف سبعمية وعشرة معدل التغطيط بيذكره اللي في المسألة حسب نوع المحصول سواء 12 خط 14 خط أو 10 خطوط في الأصبطين المعادلة اللي بعد كده المساحة التي تشغلها جورة يعني ايه المساحة التي تشغلها جورة المساحات اللي هتكون فيها الجورة عندي في الفدان هتساوي ايه لو أنا هزرع على ريشة واحدة الزراعة على ريشة واحدة بتكون المعادلة بتاعتها المسافة بين الجورة في عرض الخط يعني عرض الخط عندي طلع 60 سنتي والمسافة بين الجورة هتتزرع على سبيل المثال في 30 سنتي يبقى 30 في 70 هتكون بـ 210 سنتي مربع أو لو هزرع على ريشة واحدة لها معادلة تاني المسافة بين الجور فعرض الخط على إيه؟ على إتنين لو هزرع إيه فيه جور وفيه خطوط تاني الزراعة على ريشة واحدة بتكون في السطور المسافة بين السطور في المسافة بين الجور لو أنا هزرع السطور هتكون المسافة بين السطور في المسافة بين إيه؟ بين الجور يبقى احنا عندنا في المساحة التي تشغلها جورة لو انا هزرع علي ريشة واحدة هتكون مسافة بين الجور فعرض الخط دي لو انا هزرع ايه على ريشة واحدة هزرع على ريشتين ازرع على ريشة واحدة بتكون مسافة بين الجور فعرض الخط على اتنين لو هزرع ايه على ريشتين لو هزرع في سطور ازرع على ريشة واحدة بتساوي المسافة بين السطور في المسافة بين الجور المعادلة اللي بعد كده عدد الجور في الفدان هحسب عدد الجور في الفدان ازاي هاخد مساحة الفدان اللي هي 4200 متر مربع هضربها في المساحة التي تشغلها جورة في المعادلة اللي فاتت ديتها تديني عدد جورة ايه في الفدان او في معادلة تاني عدد جورة في الفدان بتساوي 4200 في 100 في 100 على المساحة التي تشغلها ايه الجورة ليه احنا ضربنا في 100 في 100 4200 في 100 في 100 علشان هنا انا هحول للصنطي هحول من متر ايه للصنطي والمساحة عندي ايه بالتربيع أربح تلاف ومئتين متر مربع هضربها في مية في مية علشان دي مية تربيع على المساحة التي تشغالها الجورة الخطوة اللي بعد كده عدد البزور في الفدان أقدر أحسبها عن طريق عدد الجورة عندي فعدد البزور في كل جورة لما أقول هزرع الزورة بمعدل حبتان في كل جورة وأنا عندي 20 ألف جورة في الفدان يبقى أنا كده هحتاج كم حبة هحتاج 40 ألف حبة فإحنا عدد البزور في الفدان هنا بيسوي إيه؟ بيسوي عدد الجور في الفدان فعدد البزور اللي أنا هحطها في كل إيه؟ جورة طيب بعد كده عدد النباتات في الفدان هناك كان في عدد الجور طيب إيه الاختلاف ما بين عدد الجور عدد البزور اللي هتتحط في الجور وعدد النباتات في الفدان عدد البزور أنت دلوقت هتحط البزور كاملة العدد كامل لكن عدد النباتات هيحسب بعد الخف يعني النبات عندي الجورة طلح فيها 3 نباتات أنا هخف على نباتين فسحبت نبات إيه منهم فأصبح عندي عدد النباتات في الجورة إيه نباتين فمن هنا هو ده الاختلاف ما بين عدد الجور وعدد إيه النباتات وممكن لو زرحت أنا حبة واحدة بيكون عدد النباتات بيسوي عدد إيه الجور يبقى عندي عدد النباتات في الفدان بيسوي عدد الجور في الفدان فعدد النباتات في الجورة بعد الخف ما ينفعش أحسبها إيه قبل الخف ليه لأن عدد النباتات هو اللي يحدد للعدد الأمسل عنده في وحدة المساحة ومن خلاله هحصل على المحصول الاقتصادي والمربح بالنسبة لي النقطة اللي بعد كده الوزن بالجرام لو انا هحسب التقاوي دي بالجرام هحسبها بالجرام ازاي قالك عدد البزور في الفدان احنا اخذنا كده 20 الف بزر على عدد البزور اللي تتزن 1 جرام لو قلت له كل 10 بزور تتزن 2 جرام او كل 10 بزور تتزن 5 جرام فهنا المعادلة هتحقق نفسها وهنشوفها مع بعض وردو في المعادلات الوزن بالكيلو جرام هاخد الوزن بالجرام اللي طلع عندي وليكن لو طلع عندي 10 تلاف جرام هقسمهم على الالف يبقى انا كده عندي كام عشرة كيلو ده الوزن بالجرام بيساوي الوزن بالكيلو بيساوي الوزن بالجرام على الالف الالف اللي هي ان انا بحول منين من جرام لكيلو بعد كده الوزن الفعلي للتقاوي ايه هو الوزن الفعلي للتقاوي الوزن المحسوب على القمة الحقوقية في مية يعني ايه يعني انا دلوقتي اشتري التقاوي التقاوي الى انا اشتريتها ديت كانت نسبة انه هو بتاعتها 98% ونسبة الامبات 97% ديت كانت الكيمة الحقيقية اللى هي تحته والوزن المحسوب اللى فوق اللى احنا اCHنا اشتريناه في 100 بيطلع للوزن الفعلي للتقاوي اللى هو نزل وتم الامبات بتاعه ولكن الفرق ما بين الوزن المحسوب والوزن الفعلي الفرق ما بين الوزن المحسوب والوزن الفعلي اللي هو عدد البذور الغير نابتة زائد عدد الشوائب اللي كانت موجودة عندي في التقاوي يعني أنا لو زرحت 100 كيلو وكانت الفرق ما بين الوزن المحسوب والقيمة الحقيقية 2% بقى أنا كده الوزن الفعلي اللي هو نزل في الأرض ونبت عندي كان 98 كيلو من 100 كيلو النقطة اللي بعد كده هنشوف مثال المثال بيقول إيه عايزين نكتب مع بعض علشان الأمثلة ديت مهمة جدا جدا بنشوفها فرقة الامتحان كل سنة ولكن الاختلاف هنا بيكون إيه في الأرقام ممكن أو يغيب عندك إيه جزء علشان أنت تكتاد وتجيب إيه الجزء التالي المثال بيقول إيه احسب كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان زورة شامية زرع على خطوط بمعدل 10 خط في 2 كاف يعني أنا هنا معدل التخطيط عندي 10 خطوط في 2 كاف يعني هيكون عندي إيه هيكون 710 على 10 هذه أول إيه حاجة هتيجي معاني وزرع في جور المسافة بينهما 30 سنتي المسافة بين الجور عندي 30 سنتي ويوضع بكل جورة حبتان علما بأن كل مية حبة تزن 28 جرام وأن القيمة الحقيقية لهذه التقاوي 96% تعالوا نشوف بقى نطبق المعدلات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية على المثال بتاعنا ده ونشوف هيتحل إزاي أول نقطة الحل هجيب عرض الخط قلنا عرض الخط بيساوي إيه طول 2 كاف على معدل التخطيط اللي هو إيه قلنا 710 على 10 خطوط يبقى أنا عندي هنا عرض الخط 70 سنتي تقريبا ولابد أن أذكر كلمة تقريبا ليه لأننا لما هأسم 710 على 10 هيديني حوالي 71 سنتي فأنا بقربها إيه لا أقرب رقم عشري فبيكون 70 سنتي إيه تقريبا طيب الخطوة اللي بعد كده هناخد اللي هو طلع المسافة اللي تشغلها الجورة الناتج اللي طلع عندي هناك هاخدوها طبقه هنا اللي هو 70 سنتي المسافة بينه جور فعرض الخط الخط هناك كان كام كان 70 سنتي المسافة بينه جور عندي قالك 30 يبقى هنا الحل هيكون إيه هيكون 30 في 70 هيساوي 2100 سنتي مربع لما نذكر المساحة لابد أن أذكر مربع أكتب على سنتي مربع أنا لو سبتها كتبت 2100 سنتي كده طولي يبقى أنا كده خدت مسافة طولية ولكن المساحة أنا بذكر إيه بالتربية نخش على النقطة اللي بعد كده عدد الجور في الفدان المطلوب التالت اللي أنا هجيبه هيساوي إيه قلنا بيساوي مساحة الفدان اللي هو 4200 متر مربع المساحة التي تتشغلها الجورة قلنا المساحة التي تتشغلها الجورة كانت تأدي إيه قلنا كانت 2100 سنتي يبقى هنا مساحة الفدان 4000 متر مربع تلاف ومية وقلنا في مية في مية علشان أنا ده مساحة بالتربيع وهحول للسنتي يبقى هيساوي معي 20 ألف جورة يعني أنا عندي في الفدان هنا فالزورة هيكون عندي 20 ألف جورة في الفدان طيب المطلوب الرابع بعد كده عدد البزور في الفدان أنا هناك عندي كم جورة عندي 20 ألف طيب أنا هحط كم حبة في الجورة ذكرها اللي عندي في المسئلة هيكون عندي عدد البزور في الفدان بيساوي عدد الجورة في الفدان اللي هو 20 ألف فعدد البزور في الجورة هيساوي قد إيه أنا عندي هنا 20 ألف في حبتين في كل جورة يبقى أنا عندي 40 ألف حبة 40 ألف إيه حبة ناخد الناتج ده ونخش بيها على الخطوة التانية خلي بالك المسائل بتاعتنا زي السلم ما ينفعش تخطي درجة وتسيب درجة لابد انك تاخد كل الدرجات علشان تاخد الناتج من هنا تعوض به يطلع لك الحل بتاعك يبقى احنا زي ما قلنا عدد البزور في الفدان ساوت 20 ألف جورة في حبتين يبقى انا عندي هنا 40 ألف حبة و40 ألف بزراء في الفدان المطلوب اللي بعد كده وزن البزور بالجرام هيساوي عدد البزور في الفدان انا عندي عدد البزور كان كام عدد البزور عندي كان 40 ألف في عدد البزور التي تزن 1 جرام احنا قلنا دلوقت عدد البزور التي تزن 1 جرام كان تقدي ايه قلنا ان كل 28 بزراء بتزن كام 1 جرام فاحنا كده اخذنا الـ 40 ألف في 28 عالمية ساوت 11 ألف ومئة جرام 11 ألف ومئة جرام طيب انا هو انا بشتغل بالجرام ولا بشتغل بالكيلو انا لما اروح اشتري التقاوى بتاعت او اللي اديني بالجرام ولا اديني بالكيلو او اللي اديني بالكيلو يبقى الخطوة اللي جاية بعد كده انا هحول الجرام ده لكيلو طيب علشان انا هحول الجرام ده لكيلو يبقى أنا هاخد 11200 هقسمها على 1000 هيبقى عندي 11 كيلو 200 جرام تقاوي يبقى وزن الحبوب بالكيلو جرام هيساوي الوزن بالجرام على 1000 يبقى 11200 على 1000 ساوت 11 كيلو 200 جرام 11 كيلو 200 جرام ده وزن الحبوب بالكيلو جرام بعد كده الوزن الفعلي للتقاوي بيساوي الوزن المحسوب على القيمة الحقيقية في 100 الوزن المحسوب إحنا حسبنا طلع كهم 11 كيلو و 200 جرام في 100 على 96 يعني إيه في 100 على 96 طبعا إحنا عارفين إن في المعادلة فوق قلنا الوزن المحسوب على القيمة الحقيقية في 100 يبقى إحنا كده 11 و 200 جرام في 100 على 96 اللي هي القيمة الحقيقية للبزور ساوت القيمة الحقيقية عندي 11 كيلو و 67 جرام يبقى أنا عندي كده قد إيه 11 كيلو و 67 جرام أو 670 جرام تقريبا مثال تاني هنشوفه مع بعض نبدأ نطبق نشوف الحاجات اللي هي هتختلف معنا إيه المثال التاني بيقولك احسب كمية التقاوي اللازمة للزراعة في الدم قطن الزراعة على خطوط بمعدل 12 خط في 2 كاف يعني في الأصابتين والمسافة بين الجوار 20 سنتي هناك الفضورة 30 سنتي ويوضع بكل جوارة 8 بزور علما بأن كل 10 بزور تزين 1 جرام هنا كان كل 28 بزرة تزين 1 جرام هنا كل 10 بزور تزين ايه 1 جرام ثم احسب عدد النباتات في الفدان بعد الخف علما بأن الخف يتم ايه على نباتين شفت مثال هو زي اللي فات بالضبط ولكن بدأنا نتغير ايه في الأرقام وبدأنا نتغير ايه في المتطلبات اللي هي ايه هتيجي تعال نشوف الحل بتاعنا هنجيب اول حاجة زي ما اتفقنا عرض الخط قلنا عرض الخط بيساوي ايه طول الأصابتين على معدل التخطيط يعني 710 سنتي على 12 خط ساوت 60 سنتي ايه تقريبا هناك كانت في المسألة كان معدل التخطيط 10 ايه سنتي فقلنا 710 ديه ادتني 70 سنتي ايه تقريبا هنا ادتني ايه ادتنا 60 سنتي تقريبا لأن معدل التخطيط هنا ايه 12 خط في الأصابتين الخطوة اللي بعد كده المساحة التي تشغلها الجورة الجورة عندها تشغل قد ايه قالك المسافة بين الجورة في عرض الخط احنا بنذكر دايما المعادلة والقانون علشان ما ننسيها عشنا قرارها مع بعضينا قرار بيعلم ايه الشطار علشان ما ننسيها ونرجع نشوف المسائل في الكتاب عندنا ونبدأ نطبق ونشتغل ايه عليها يبقى المسافة بين الجورة فعرض الخط يبقى المسافة عندي 20 سنتي في 60 اللي هي عرض الخط 60 سنتي ادتني 1200 سنتي مربع يبقى دي المساحة التي تشغلها الجورة 1200 سنتي ايه مربع تعالوا نشوف المتطالب التالت عدد الجور في الفدان قلنا بيسوي عدد الجور في الفدان بيسوي مساحة الفدان اللي هو 4000 متر مربع في 100 في 100 على المساحة التي تشغلها ايه الجورة اللي هي 1200 يعني 4000 ومتين في 100 في 100 على 1200 ادني 35 ألف ايه جورة 35 ألف جورة تعالوا نشوف المتطالب اللي بعد كده خدنا 35 هنستخدمه في ايه عدد البذور في الفدان انا دي الوقتي عندي 35 ألف جورة وقال لي انا هحط كم حبة في المسألة قال لي هحط 10 بذور في كل جورة يبقى هنا عدد الجورة عندي هنشوفها في عدد البذور في الجورة يبقى 35 ألف جورة هحط فيها 8 بذور في هتديني 280 ألف ايه بذرة هنا قال لي في كل جورة يوضع ايه Philosoplage يبقى هنا عدد جورة عندي 35 ألف جورة في 8 بزور هيتحطوا في الجورة الوحدة يبقى عدد البزورة عندي في الفدان 280 ألف بزر عندنا الفدان أخد مني 280 ألف بزر طيب 280 ألف بزر خطنة ديت عايزين نحولها إيه لجرامات هنشوف الخطوة اللي جاية وزن البزور بالجرام سوات إيه قالك عدد البزور في الفدان على عدد البزور التي تزن واحد إيه جرام يعني أنا عندي هنا 280 ألف بزر على العشرة سوات 28 ألف جرام 28 ألف إيه جرام هنحولها بالكيلو علشان احنا بنشتغل هنا بالكيلو لما بشتري الشكرها بشتريها بالكيلو أو هشتري تاوي هشتريها بالكيلو يبقى أنا هاخد إيه 28 ألف جرام سيمها على الألف اللي هو وزن الكيلو هيحولها إيه بالكيلو جرام يبقى وزن الحبوب بالكيلو جرام ساوي الوزن بالجرام على ألف اللي هو 28 ألف على ألف ساوي 28 كيلو إيه جرام المتطلب اللي بعد كده عدد النباتات في الفدان بعد الخف بيساوي عدد الجور عدد الجور كان عندي 35 وقلنا عدد هيتم الخف على نباتين يبقى عندي عدد النباتات هيساوي عدد الجور في الفدان في عدد النباتات في الجورة بعد الخف مش قبل الخف لأنه قبل الخف احنا ذكرنا ان فيه 8-10 حبات ممكن يتحطوا ايه لحد 10 حبات يتحطوا ايه في الجورة ولكن هنا عدد النباتات هيسوي ايه بقى هيسوي 35000 في اتنين يبقى انا عندي 70000 نبات اطني في الفدان الواحد يبقى احنا كده حسبنا ايه عدد النباتات المتطلب اللي بعد كده فيه مثال بيقولك اذا كانت النسبة المقاوية للنقاوة العينة من تقاو القمح 98% ونسبة الانبات لها 95% اوجد القيمة الحقيقية للبزور احنا ذكرناها في القوانين قبل كده القيمة الحقيقية بتساوي ايه قلنا قيمة الحقيقية للبزور بتساوي النسبة المقاوية للنقاوة فيه نسبة المقاوية للانبات على 100 النسبة المقاوية للنقاوة على النسبة المقاوية للانبات على ايه 100 فيه نسبة المقاوية للانبات تعالوا نشوفوا القيمة الحقيقية للبزور بتساوي نسبة النقاوة أو النسبة لما هو النقاوة في نسبة الإنبات على 100 أقم الحقيقية البذور ساوت 98 في 95 على 100 ساوت معايا أقم الحقيقية إدتني أدي إدتني 93 و 1 من 10 إيه في المية أي أن المزارع يدفع مبلغ 6 جنيه و 9 من 10 جنيه ثمن شوائب وبذور لم تنبت لكل كمية تقاوي تأمنها 100 جنيه يعني أنا كل كمية تقاوي اشتريتها فيها نسبة إنباتها 98% و نسبة نقاوةها 95% أنا كده بدفع 6 جنيه و 90 قرش ثمن الشوائب اللي فين في التقاوي ثمن الشوائب اللي فين في التقاوي نشوف مثال تاني مثال عايزين نركز شوية في المثال ده علشان مهم شوية اشترى مزارع كمية من تقاوي الأمح بمبلغ 400 جنيه وعند فحص عينة منه وجد بها 3% بذور غريبة و 1% بذور حشائش و 4% مواد خاملة وعند إجراء اختبار الإنبات وجد أن كل 50 حبة أعطت 48 بادرة سليمة احسب القيمة الحقيقية والثمن الحقيقي لهذه التقاوي لما يجي لك مثال هنا ذكر لك فيه ايه؟ ذكر لك فيه نسبة الشوائب بس فصرها لك قال لك مزارع اشترى عينة اشترى تقاوي ب400 جنيه فيها 3% بذور غريبة و 1% بذور حشائش و 4% مواد ايه؟ خاملة في الإنبات عام الإنبات لـ 50 حبة أنباتت منهم 48 حبة يبقى احنا تعال نشوف هنحلها ازاي؟ نعم بعض أول حاجة هنجيب نسبة ايه؟ النقاوة قال لك نسبة النقاوة هتساوي 100 هتساوي ايه؟ 100 ناقص 3 زائد 4 زائد 1 ايه هي 3 زائد 4 زائد 1 اللي هي نسبة الحشائش نسبة الشوائب نسبة ايه؟ الحبوب المقصور اللي هو ذكرها لي اللي هي المواد ايه؟ الخاملة يبقى 3 زائد 4 زائد 1 بتساوي كام؟ بتساوي 8 ناقص المية يبقى انا عندي نسبة النقاوة للتقاوة اللي اشتراها بـ 400 جنيه نسبة النقاوة بتاعتها 92 في المية طيب نسبة الإنبات للبزور هو أخذ اخذ 50 حبة الـ 50 حبة أنباته منها 48 يبقى انا هضرب 48 في 100 على 50 تمام هتساوي 96 في المية يبقى 48 حبة اللي هو أخذها فوق اللي أنباتت فوق على الخمسين اللي هو العدد اللي أخذوا وأنباته بالفعل عدد البزور اللي أخذوا فيه 100 ادتني 96 في المية أنا كده عندي نسبة الإنبات بتاعتها كام؟ 96 في المية ولكن نسبة النقاوة بتاعتها كانت كام؟ كانت 92 في المية القيمة الحقيقية للبزور القيمة الحقيقية للبزور هتساوي 92 في 96 على 100 ايه هي الـ 92؟ قلنا نسبة المئوية للنقاوة في النسبة المئوية للإنبات عالمية ادتني القيمة الحقيقية بتاعتها 38 و 32 من المية في المية طبعا أنت في الامتحان بيبقى معك آلة حزبة ومصرح لك باستخدام الآلة الحزبة لحساب هذه المسائل النقطة اللي بعد كده سمن حقيق البزور هو اشترى بزور بـ 400 جنيه في القيمة الحقيقية لها 88 و 32 من المية على 100 يبقى القيمة الحقيقية للبزور 353 و 18 جنيه والباقي تمن الشوائب وتمن البزور التي لم تنبت اللي دفعها فين في التقاو النقطة اللي بعد كده التجارب الزراعية ايه هي التجارب الزراعية؟ بعد احنا كده ما تكلمنا عن مسائل التقاوى وعن التقاوى عرفنا التقاوى ومراحلها هنخش على حاجة اسمها تجارب الزراعية ايه هي التجربة؟ طيب ما تيجي نجرب مع بعض تيجي نعمل كذا يعني ايه هنجرب انت بتعرف تسوق العربية؟ اه هجرب انت بتعرف تبني حيطة؟ اه هجرب طيب انت كده يعني ايه عملية التجربة هي عملية دراسة اسلوب او اسلوب دراسة شيء معين فاحنا هنشوف مع بعض التجربة الزراعية التعريف بتاحها وانواحها وازاي هنقدر نستغلها في الشغل الزراعي بتاعنا وفي المزارع بتاعنا تعريف التجربة الزراعية ايه هي تعريف التجربة هي اسلوب لدراسة تأثير معاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجربية متساوية في المساحة ومتشابها في الشكل هي اسلوب لدراسة تأثير معاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجربية متساوية في المساحة ومتشابها ايه في الشكل يعني انا هنا هدرس تأثير معاملة ايه هي المعاملة ممكن ادرس تأثير معاملة التسميد على محصول الامح او اكثر يعني او اكثر ممكن ادرس معاملة تسميد مع ري او معاملة بزور مع ايه تسميد او معاملة بزور مع معاد ايه زراعة يبقى هي كده الاسلوب اللي انا هدرسه تأثير المعاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجربية متساوية في المساحة ومتشابها في الشكل لابد ان تكون متشابها ايه في الشكل ما ينفعش انا حدد قطعة تجربية انا هعمل فيها تجربة هزرح فيها هشوف صنف بانسوف خمسة في الامح هيجيب عندي هنا على سبيل المثال في محافظة الجيزة كام كيلو كام ارداب الفدان وفي بانسوف هيجيب كام ارداب الفدان هنا زراحت نصف فدان وهنا زراحت ايه ربع فدان واعمل مقارنة بالاتنين ما ينفعش لابد ان تكون القطعة القطعة التجربية متساوية في الشكل وايه في الحجم لايما مستطيلة لايما ايه مربعة ويفضل ان تكون القطعة التجربية مستطيلة النقطة اللي بعد كده اغراض التجرب الزراعية ليه احنا بنعمل التجرب الزراعية احنا عندنا هنا اي مرض على سبيل المثال الظهر عندنا جائحة كورونا لما ظهرت بدأت التجرب تشتغل على ازاي وجدوا علاج يكافح كورونا او امصال تكافح ايه كورونا فبدأوا يعملوا ايه التجرب عملوا المصر وبدأوا يجربوا ايه اللقاحات بتاعتهم او الادوية اللي هم عملوها مثلا على حيوانات او على متبرعين وبدأوا ايه يشتغلوا فكذلك الامر في التجرب الزراعية انا بعمل التجربة علشان خطر ايه هل انا هتطلع صنف هل انا هتطلع شيء تاني اي معاملة تانية او صفة تانية انا هتشتغل ايه عليها تعالوا نشوف اغراض التجرب مع بعضينا رقم واحد اختيار مدى تأثير المعاملات يعني ايه اختبار مدى تأثير المعاملات يعني ايه اختبار مدى تأثير المعاملات يعني انا دلوقت عندي معدل تسميد وليكن في الزورة الشامية هقول ان افضل معدل تسميد للزورة الشامية مية وخمسين وحدة ازوت طيب مية وخمسة وحدة ازوت طيب المية وخمسة وحدة ازوت دي انا ممكن ارفع النسبة دي لمية وعشرة ممكن ارفعها مية وخمسة عشرة ممكن لمية وعشرين واشوف كمية الانتاج بتحتي يبقى انا هنا هاختبر المعاملات اللي انا ايه هستخدمها او المعدلات اللي انا ايه هستخدمها يبقى رقم واحد اختبار مدى تأثير ايه المعاملات رقم اتنين تقدير متوسط سلوك احد المعاملات تقدير متوسط سلوك احد المعاملات تقدير متوسط سلوك احد المعاملات دا دايما بنشوفه في مقارنة الاصناف لو انا جبت اصناف جديدة من بره لابد ان اعمل لها ايه مقارنة مع الاصناف ايه المحلية واشوف متوسط السلوك للمعاملات اللي هتم عليها من تسميد وري واخلافه النقطة اللي بعد كده وضع حدود ثقة على متوسطات المعاملات او الفروق بينهما وضع حدود ثقة على متوسطات المعاملات او الفروق ايه بينهم فانا بقول انا عند فضورة شامية عند 105 وحدة ازوت الفدان هيجيب معاي 24 ارداب ولكن اذا ارتفعت الى 110 الفدان هيجيب معاي 26 ارداب يبقى انا كده لابد ان يكون عندي اكتر من قطعة اخد عليها متوسط المعاملة علشان اطلع حدود ثقة ان انا فعلا الكمية السماد اللي انا استخدمتها في المعاملة بتاعتي هي الاساس هي ايه الكمية الانتاج صحيحة ومش هتختلف من مكان ايه للتاني ليه نظرا لتعدد المعاملات او تعدد القطعة التجربية اللي انا ايه عملتها النقطة اللي بعد كده قياس مدى دقة التجربة قياس مدى دقة التجربة انا عملت تجربة لتأثير السماد هشوف مدى الدقة بتاعتي كانت قد ايه هل الارض في الاساس كانت عندي ارض قوية او ارض خصبة فبتل لما ديت سماد زيادة هي ادتني انتاج عالي ولا كان فيه حاجة تانية مختلفة فالتجربة هتعمل لي مدى قياس دقة ايه قياس مدى دقة ايه التجربة بتاعتي قياس كفاءة التصميم المستخدم بالنسبة للتصميمات الاخرى فيه هناخد بعدين انواع التصميمات هما تلت تصميمات احنا بنتبعهم هنا في مصر اللي هو تام العشوائية وقطعات كاملة العشوائية وتصميم مربع ايه لاتيني فانا بشوف اي تصميم يصلح في هزي المكان ولهذا المحصول وهذه ايه المعاملات وهيديني النسبة الصحيحة للتجربة ايه بتاعت قياس كفاءة التصميم المستخدم بالنسبة للتصميمات الاخرى نقطة بعد كده الحصول على بيانات تنفع كاساس للتجربة المستقبلية الحصول على بيانات تنفع كاساس للتجربة المستقبلية حضراتكم واحدة بنتكلم مع بعض وقلنا احنا اخدنا مثال ان الزورة الشامية عند معامل التسميد 105 وحدة ازوت للفدان ديت ايه ده اساس اساس تجربة حصل دي تجربة حصلت على النباتات فبتديني كده فانا لما ابدأ اشتغل لو هحب اشتغل على التسميد هبدأ من عند النقطة ديت فانا عندي هنا اساس من تجربة ايه سابقة او من تجارب ايه سابقة هشتغل عليه تجارب المستقبلية ايه بتحت انواع التجارب الزراعية ايه هي انواع التجارب الزراعية عندنا كم نوع هل هم نوعين او ثلاثة كتير قليل هنشوفوا ايه مع بعض ولازم ان نركز فيها علشان الحاجات انواع التجارب وتعارف التجربة ونشوفها دايما في الامتحان في صورة عرف التجربة او اسكر انواع التجارب الزراعية تقسم التجارب الزراعية على اساس ايه هو الاساس او الاساس اولا على اساس الهدف منها انا عمل التجربة ليه بسأل نفسي التجربة دي انا هعملها ليه علشان احسن انتاجية صنف ما او محصول ما او دراسة مرض بيصيب بالمحصول ده او مقاومة الصنف ضل مثلا للرقاد او انتاجية عالية في المجموع ايه الخضري او انتاجية عالية في المجموع ايه السمري يبقى اداء الهدف اولا على اساس الهدف ايه منها ثانيا على اساس العوامل الداخلة فيها يعني ايه هي العوامل الداخلة فيها ثانيا على اساس العوامل الداخلة فيها ايه العوامل الداخلة فيها لما نتكلم مع بعض احنا نتكلمنا دلوقت عن معامل التسميت مع ري يعني انا هستخدم معدل تسميت ومعدل ايه ري او هستخدم معدل تسميت ومعد ايه زراعة هولا مثلا لو زراحت صنف الدرة سين هبدأ من بداية مايو لبداية يونيو أو من بداية مايو لآخر مايو المعدل اللي أنا هزرع فيه بمعدلات تسميت كذا 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 اللي أنا هتذكر يبقى دي العوامل اللي أنا هستخدمها يبقى أنا الثاني نوع في تقسيم التجارب على أساس العوامل اللي الدخل لاقيه فيها أولا على أساس الهدف منها تعالوا نشوف بها رقم واحد تجارب استطلاعية أولية يعني هي تجارب استطلاعية أولية يعني أنا هشتغل على التسميت أنا فهبدأ كده في البداية بتاعتي أنا هاخد التجاربة بتاعتي هبدأ استطلع هاخد قبل مقاسم القطع بتاعتي هجرب الأول السنة دي في المساحة بتاعتي أن أنا هرفع معدل التسميت اللي 110 وحدة أزلت للزورة واشوف هتوجد عندي فروق معنوية ولا مش هتوجد لو ذلك ظهرت عندي فروق معنوية هبدأ أشتغل وهكمل التجارب بتاعتي والمعاملات بتاعتي حتى أصل إلى أنسب معاملة رقم اتنين التجارب الدقيقة التجارب الدقيقة دايما بتكون بناخد لها التصميم اللي هو تم العشوائية بتكون في الصوب وخصوصا في الأصناف اللي هي جاية من برة أو لو أنها هشتغل ايه على صفة دقيقة زي صفة مقاومة ايه الأمراض أو مقاومة ايه الحشرة التجارب الإرشادية ايها التجارب الإرشادية طيب التجارب الإرشادية في الأساس ده أنا دلوقت أنتك تصمف معين أنتك تصمف سين فأنا عايز أعمل تجربة ايه إرشادية عليه التجارب الإرشادية بتتم عند الفلاح بمعنى أنا باخد فدان بزرعه نص تجربة إرشادية اللي أنا هطبق فيه المعاملات بتحتي والنص التاني تطبق فيه معاملة الفلاح يعني يا عام أنا دلوقت هتعاقد معك أن أنا هزرع عندك صنف بنسوف خمسة هنحط فيه سمات كذا 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 فإحنا هنقسم الفدان نصين بحيث نخلي فيه مشاية نقدر نمشي بين النصين النص ده أنا هطبق فيه الحاجات اللي أنا قلتلك عليها والنص التاني هتطبق فيه انت شغلك والمعاملات بتاعتك اللي هي معاملة ايه الفلاح وفي النهاية هنشوف محصول ايه القطعتين أنا عندي جاب كام وانت عندك جاب قد ايه العوامل الواجب مراعطها في التجارب الإرشادية أنا دلوقتي أعمل تجربة إرشادية مع فلاح أو هطبق معاملة الفلاح مع المعاملات الإرشادية فأنا ايه العوامل لابد أن أراعيها علشان أقدر أعمل التجربة عندي سليم رقم واحد أن تكون القطعتين منفصلتين بمسافة تسمح بالمرور بين القطعتين من شوية قلنا أنا هاخد الفدان هأسمه نصين وهيبقى فيه مشاية ايه في النص هنمشي ايه بينها بحيث أن أنا أقدر أتابع وألاحظ ايه الفروق المعنوية اللي هي بتحصل ايه في المعاملات الإرشادية ومعاملة ايه الفلاح رقم اتنين أن تكون محاطة بالنطاق لحماية التجربة ومشاهداتها يعني ايه نطاق؟ يعني أنا باخد حوالي 300 حوالين الأرض وكلها بزرحها من نفس المحصول بحيث أن أحوش عنها أي ضرر خارجي هيقدر يجي مثلا حيوانات حد ماشي أي حاجة هتيجي من الطريق فأنا بحميها ايه بالنطاق بتاعي ده أن أنا باخد حوالي 3 متر تمام بزرحها بالمحصول اللي هو مزروع تمام والمساحة الخاصة بالنطاق بتختلف من محصول ايه للتاني بتوصل معانا لحد 7 ايه متر رقم 3 أن تكون كل قطعة مستقلة في ريها وأن لا تتأثر إحداهما بالأخرى بمعنى فتحة الري هتختلف لديت ولديت ليه؟ لأننا دلوقت ممكن في معاملة الإرشادية بتاعتي أستخدم سمات هبدر السمات بتاعي وهاجي راوي ومعاملة الفلاح هيجي راوي من نفس الأناية في المياه بالسماد هتبدأ تنزل تروح ليه؟ للفلاح لمعاملة الفلاح فكده هتديني ايه قراءة غير سليمة فاحنا كده نخلف الري بالذات كل قطعة مستقلة ايه بذاتها علشان خطر ايه لما استخدم سمات ما يحصلش خلط في مية ايه الري ممكن أنا هضيف مغازيات هضيف هيومك هضيف ايه حاجة مع مية الري يبقى ما يحصلش خلط ايه بينهم وبين بعض يبقى رقم 3 ان تكون كل قطعة مستقلة في رأيها وان لا تتأثر احداهما ايه بالاخرى ده شكل معانا بيوضح شكل التجربة ايه الارشادية ده رسم التجربة ايه الارشادية لو لاحظنا مع بعض تمام التجربة الارشادية بتكون العرض بتاعها بيكون حوالي القطعة فيها 6 متر ده يتفوق فيه مستطلين طوال فيه معاملات الباحث وتحت فيه معاملات الفلاح بينهم وبين بعض مشاية 3 متر يبقى انا هاخد هنا البتن بيكون عرضه 5 ونص اه اسف نص متر البتن هنا عرضه 50 سنتي العرض بتاع القطعة 6 متر والطول بتاعها 7 متر علشان احنا قلنا ايه التجارب يكون القطعة ايه بفضل ان تكون القطعة ايه مستطيلة فهنا القطعة بتاعت القطعة التجربية بتكون 7 متر في 6 متر والبتن عندي 50 سنتي النطاق عندي هنا 3 متر ايه هو النطاق وانحنا قلنا ايه علي من شوية ان النطاق ده انا بسيب مسافة بزرحها من نفس المحصول بيحطل بالتجربة تمام علشان تحميل المعاملات بتاعتي من اي تأثير ايه خارجي القناة عندي العرض قناة الري بيكون حوالي واحد ونص متر ده شكل بيوضح لك ايه التجربة الارشادية ممكن اسكر لك في الامتحان اسكر بالرسم او اشرح بالرسم شكل يوضح تجربة ايه الارشادية او اسكر بالرسم التجربة ايه الارشادية يوضح بالرسم التجربة الارشادية كذا سؤال يجيها فانت هترسمها ايه بالشكل ده لازم انتبقى عارف ايه النطاق بيكون مساحته قد ايه 3 متر الاناية مساحتها قد ايه 1.5 متر البتن عندي 50 سنتي او نص متر العرض القطعة 6 متر الطول بتاحها 7 ايه متر واللازم لابد ان تكون ايه معاملات الباحث مساوية في المساحة المعاملة ايه الفلاح ثانيا التقسيم على اساس العوامل الدخلة فيها ايه هي العوامل الدخلة فيها بقى في التجربة رقم واحد تجارب بسيطة ايه هي التجارب البسيطة اتنين تجارب عملية يعني انا عندي الهدف منها تجارب بسيطة وتجارب ايه عملية تعالوا نشوف العوامل اللي تؤثر على مساحة الوحدة ايه التجربية ايه هي العوامل معي اللي هتؤثر على مساحة الوحدة ايه التجربية أنا هعمل التجربة بتاعتي في المساحة ديتي اللي هي قدامي أنا هختار المساحة على أساس إيه إيه هو العامل اللي بيحدد لي بيقول لي ما تتعداش كذا أو اعمل كذا إيه هي العوامل ديتي وده دايما بييجي في الامتحان أسكر العوامل اللي تؤثر على مساحة الوحدة أيه التجربية أو التجربة رقم واحد رقم واحد عدد المعاملات إيه هي عدد المعاملات أنا هستخدم كم معاملة في التجربة أنا هتطبق معاملة واحدة واللي هتطبق معاملتين فكلما زادت عدد المعاملات تقل مساحة ايه القطعة يعني أنا لو قطرت عدد معاملات هعمل ايه لرأي وتسميد ومقاومة فأنا هقلل مساحة ايه الوحدة ايه التجربية عندي او قطع ايه التجربية رقم اثنين عدد المقررات فكلما زاد عدد المقررات تقل مساحة ايه القطعة ايه هو المقرر أنا بسمي المعاملة اللي أنا هسميها دي التسميد هسميها مثلا ألف أنا هسمد بخمسين كيلو جرام بألف هسميه ألف بخمسة وخمسين كيلو جرام به بستين كيلو جرام جيم يبقى المقررات اللي هي هتتكرر يعني ألف دي هتتكرر معي كم مرة لو أنا عندي أربع مقررات يبقى ألف دي هتتكرر معي أربع مرات لو أنا عندي عدد المقررات ثلاثة تكرر إيه ثلاثة مقررات فكلما زاد عدد المقررات تقل مساحة إيه القطعة ثلاثة طبيعة المعاملات التجربية فبعضها هيحتاج لمساحة كبيرة مثل تجارب الحرس يعني طبيعة المعاملات التجربية هنا هيحدد لي المساحة هو من ضمن العوامل أنا دلوقتي هعمل حرس تجربة للحرس وهشوف معدل التخطيط زي ما قلنا أنا لو هزر على معدل تخطيط 12 خطوط في الأسابطين أو 10 خطوط في الأسابطين فمش هتنفع المساحات صغيرة فأنا هيحتاج هنا مساحات كبيرة علشان أشتغل عليها أربعة نوع المحصول فبعض المحاصيل يحتاج لقطع مساحاتها أكبر من محصول آخر يعني إيه أنا عندي هعمل تجربة للكتان أو هعمل تجربة للبرسين هعمل تجربة للأمح هل مساحة القطعة اللي أنا هستخدمها هتكون نفسي مساحة القطعة اللي أنا هستخدمها لدور الشمس تجربة دور الشمس أو تجربة الزورة الشمية لو أنا هعمل تجربة لإنتاج السلاج خصوصا فهنا نوع المحصول هيحدد لي إيه مساحة أرض التجربة أو مساحة القطعة التجربية اللي أنا هستخدمها لأن المحصول العجبي صغير غير المحصول إيه القائم إيه اللي حجمه إيه كبير النقطة اللي بعد كده توفير توفر التقاوي والأسمدة كل التوفر هتؤدي إلى تصغير مساحة إيه القطعة لو أنا هستخدم معدلات أسمدة الأسمدة دي ندرة أو هجيب تقاوي مسوردة منبرة التقاوي ديت طبعا إيه جاية يعني تقريبا محسوبة بالبزرة مش محسوبة بالجرام كمان ده بالبزرة فأنا عندي كمية تقاوي قليلة فأنا ممكن أقل العدد إيه الوحدات التجربية والمساحات بتاعتها علشان أقدر يكون معايا عدد مقررات إيه كبير بحيث أنها تتواجد في الشمال والجنوب والشرق والغرب القطعة التجربية معايا وأقدر أحكم عليها حكم صحيح رقم ستة طريقة الزراعة فإذا كانت الزراعة على خطوط تزيد مساحة القطعة والعكس في حالة الزراعة في أحواط ما احنا قلنا دلوقت لو أنا المحصول حدد لي المحصول حدد لي إيه لو أنا هزرع محصول عشبي زي الكتان ولا البرسيم ولا الأمح مساحة القطعة التجربية هتكون أقل من مساحة القطعة اللي أنا هستخدمها في تجربة دوار الشمس والزرع شمية والقط فبالتالي هنا طريقة الزراعة هتحكمني لو أنا هزرع على خطوط فأنا كده هحتاج إيه مساحة كبيرة للقطعة علشان أقدر أحكم على الخط والمسافة بين الخطوط لما قلنا إيه معدل التخطيط بيكون 12 خط إيه في الأصبطين فأنا هنا إيه لابد أن يكون عندي معلومية مساحة إيه الخطوط أو ظهر إيه الخطوط إيه علشان أقدر أتحكم في عدد إيه أجوة يبقى طريقة الزراعة فإذا كانت الزراعة على خطوط تزيد مساحة القطعة والعكس في حالة الزراعية في أحواض يعني لو الحود لو هزرع بضار في أحواض يبقى مساحة القطعة تكون إيه صغيرة رقم 7 درجة الدقة فكلما زادت مساحة القطعة عن حد معين زادت دقة إيه النتائج فكلما زادت مساحة القطعة عن حد معين زادت دقة إيه النتائج علشان أنا مش أخرج إيه عن معيار تاني أو هروح لإنحراف أو هنحز إيه لحاجة تانية اللي أنا هقدر أحصل بها إيه على النتيجة بتاعت إيه من التجربة شروط اختيار أرض التجربة أنا هاختار الأرض اللي أنا هعمل فيها التجربة إيه هي الشروط اللي أنا هاختارها رقم 1 متجنسة الخصوبة في جميع أجزاءها مع وجود بيانات مسبقة لتحليل التربة ومعارفة نسب العناصر بها يعني متجنسة الخصوبة ما ينفعش أروح أعمل تجربة في أرض عندي الخصوبة بتاعتها مش مزبوطة يعني مش مزبوطة يعني على سبيل المثال الجنب المروى الخصوبة عالية وفاصل الأرض الخصوبة إيه ضعيفة أو العكس فكده هتديني نتائج إيه غير صحيحة فلابد الأرض عندي بدايتها زي نهايتها إيه في الخصوبة ومعارفة نسب العناصر الغذائية بها يكون أنا عامل تحليل إيه طربة مسبق وموجود معي النقطة اللي بعد كده خالية من الحشائش قدر الإمكان يعني ما يكونش فيها حشش كتير علشان أنا ما ينفعش كل شوية هعزق كل شوية هقوم هيحصل تكسير للنباتات وأنا في التجربة بحافظ على كل نبات في التجربة بحافظ على كل نبات لأن كل إنتاج للنبات هيفرق معايا فرق كبير فرق السماء إيه والأرض إيه في حساب كمية الإنتاج بالنسبة إيه للفدان رقم ثلاثة جيدة الري والصرف أن تكون جيدة الري إيه والصرف ما تكونش أرض إيه مطبلة ما تكونش بعيدة عن إيه مصدر الري والمية بتاعتها قليلة فأنا أزرع تجربة من هنا وما لاقيش مية أرويها من هنا دي هتعمل لي مشكلة وفي نفس الوقت الصرف لابد أن يكون صرف إيه جيدة علشان أقدر إيه أوصل النتاج إيه المرجوة اللي أنا عايز أعمل تجربة إيه علشانها أربعة يسهل الوصول إليها بالمواصلات إيه العادية يعني نحن هنعمل تجربة هنا هو ماشي يعني أنا عايز أروح للأرض اللي أنت عملت فيها التجربة أروح بالعربية ولا نركب جمل لابد الوصول إليها إيه بالمواصلات إيه العادية هتروح بالعربية هتروح بعجلة ولا هتروح راكب الجمل بتاعك فلابد أن يكون لها قريبة من طريق المواصلات خمسة بعيدة عن الطرق الترابية والأشجار الكبيرة والطرع والمصارف العمومية ليه الطرق الترابية طبعا أي عربية بتعدي أو أي حد بيعد على طريق بيسير الأتربة بتبدأ تنزلك عن نبات فبتعملك مشاكل بالنسبة للإصابة الحشرية والإصابة الفطرية الأشجار الكبيرة طبعا بتعملك ضل بتأثر عليك في نسبة الإنبات وبتأثر عليك في النمو وفي درجة الإصطالة طبعا الطرع بتعمل تغريق والمصارف بتعمل عطش لأن الأرض القريبة دايما من المصرف بتعتش كتير ليه لأن المصرف بيشد المية فيحصل لها صرف في دايما بتكون الأرض عطشا النقطة اللي بعد ذلك أن يكون المحصول السابق واحد خلال السنتين الأخيراتين أن يكون المحصول السابق واحد خلال السنتين الأخيراتين يعني السنتين الأخرانتين دول أنا زرحتهم محصول إيه في الشتوي برسيم يعني السنة اللي فاتت برسيم واللي قبلها كنت تزرع إيه برسيم ليه لضمان التجنس بتاع الأرض وكمية العناصر اللي موجودة فيها وسبات إيه الأرض والخصوبة إيه عندي تكون الأرض مستوية تماما لابد أن تكون إيه مستوية ليه علشان قطعة ما تغرأش وقطعة تانية إيه ما تعتاش ما يبقاش عندي قطعة مطبلة أو قطعة البزرة فيها بتحمص وقطعة فيها البزرة ايه بتفقع من كطر ايه الميا وقطعة التانية الميا ما بتطلعهاش أو ما فيش إنبات بسبب قلة ايه المياه يبقى هنا أن تكون الأرض ايه مستوية تماما ألا يكون قد أجرى بها تجارب تسميد أو وقاية مزرعات لمدة ثلاث سنوات على الأقل يعني لو أنا هشتغل تجارب تسميد القطعة ديت ما كونش اشتغلت فيها تجارب قبل كده للتجارب تسميد والتجارب ايه مقاومة أمراض أو مقاومة ايه حشائش لي لأن المعاملات اللي هي تمت على في التجارب هتكون موجودة عندي ايه ليها أثر باقي في الأرض ايه اللي أنا هعمل فيها ايه التجاربة فهنا هيكون ايه قل لا يكون قد أجرى بها تجارب ايه تسميد أو وقاية مزرعات قسس تسميم التجارب احنا هنقف مع بعض في الحلقة ديت لحده قسس تسميم التجارب وهنتكلم عليها مع بعض في الحلقة جاية بس احنا عايزين مع بعض كده نحضرها ونرجحها علشان خاطر نقدر نخش على أنواع التصميمات الثلاثة اللي هو التصميم تم العشوائية وقطعات كاملة العشوائية والمربع اللاتين ليه لأن دية مهمة جدا ما فيش امتحان بيعدي إلا لما تخش تعمل لك تصميم فيه مسألة كاملة أو فيه سؤال كامل عن أنواع ايه تصميمات التجارب يبقى لابد من تحضيرها كويس وهنشتغل مع بعض فيها الحلقة الجاية ان شاء الله قسس تصميم التجارب مع أنواع التصميم والمسائل اللي هي بتيجي عليها ايه في الامتحان واللي احنا دايما بنشوفها ايه في الامتحان وبكده هنكون مع بعض وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته